هذه بعض الفوائد المصورة من كتب من شهروا وعرفوا بين الناس بأنهم من الحنابلة وفيها عبارات التنزيه والتوحيد المعروفة عند السادة الأشاعر والما تريدية وهذا رد على المشبه المجسمة الذين يقولون إن الله تعالى في مكان فوق العرش بإجماع الأمة على زعمهم لأن الإجماع قائم على تنزيه الله عن المكان وعن الجهة فهذا مثلا كتاب نهاية المبتدئين في أصول الدين هذا أحمد الحراني الحنبلي في القرن السابع الهجري ماذا يقول هنا لاحظ الحراني الحنبلي وهذا مكتبة الرشد ماذا يقول في هذا الكتاب وأن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم وهؤلاء المشبه اليوم ينكرون هذه العبارات ولا يرضون بها ثم يقول بعد ذلك ولا تحله الحوادث أي أن الله تعالى ليس حالا في العرش ولا في الحوادث ولا في المخلوقات ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه بل هو بائن من خلقه كلمة بائن من خلقه عند أهل السنة والجماعة معناه غير مشابه ليس معناه خارج العرش في الفراغ وبينهما مسافة الله منزه عن الاتصال وعن الانفصال وعن المسافة القريبة والبعيدة إذا ما معنى بائن عند أهل السنة والجماعة أي غير مشابه لشيء من مخلوقاته ثم يقول لا مكان ولا حد يبين يقول الله على العرش لا بتحديد وإنما التحديد للعرش وما دونه والله فوق ذلك فوقية غلب وقهر وقدرة لأنه ماذا قال بعد ذلك لا مكان ولا حد لأنه كان ولا مكان هذه العبارة هم لا ترضيهم ولا تعجبهم لأنه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان هذه العبارات لا يرضون بها وهذا قاضي مشهور عند الحنابلة ثم ماذا يقول ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ثم يقول بعد ذلك وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ومن شبهه بخلقه فقد كفر نص عليه أحمد نص عليه أحمد وكذا من جسم أو قال إنه جسم لا كالأجسام ذكره القاضي ثم قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام ولا تضرب له الأمثال وهم يقولون قاعد وجالس ووجه حقيقي ويد حقيقية وهذا الحنب ليكذبهم هذا القاضي يرد عليهم ويقول إن المجسم كافر وهذا الذي قاله الإمام أحمد ولو قال إنه جسم لا كالأجسام ثم بعد ذلك أيضا ماذا قال ومن قال إنه بذاته في كل مكان كما تقول الجهمية أتباع جهم ابن صفوان أو بعض المعتزلة أو في مكان كما تقول المشبه المجسمة إنه بذاته في العرش اسمعوا ماذا يقول فكافر لأنه يلزم منه قدم المكان وحلوله في الأماكن القذرة وغيرها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إذن الذي عليه الأشاعر والما تريدية أهل السنة والجماعة يوافقهم عليه هذا القاضي الحنبلي وينقل أن من أثبت لله المكان فهو كافر وينقل ذلك عن أحمد وأن المجسم كافر ثم ماذا يقول وقال التميمي في اعتقاد أحمد في حديث النزول ولا يجوز عليه الانتقال ولا الحلول في الأمكنة ولا الحلول في الأمكنة ثم ماذا قال لأنه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان هذا الذي تقوله السادة الأشاعرة والما تريدية نصرهم الله وهذا الحنبلي يرد على المشبه المجسم وينقل عن أحمد أن المجسم كافر وأن من أثبت لله مكانا واحدا فهو كافر أو أثبت له أنه في كل الأماكن فهو كافر وهذا الذي تقوله الأشاعر والما تريدية والحمد لله الذي وفقنا لقول واعتقاد الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته